ترجمة نانسي قنقر تشريعات جديدة من شأنها حماية وضمان حقوق الطفل لا يكتسب العلم بمجرد رغبة الإنسان أو إرادته في تحقيق ذلك فقط بل يكسب المعلومة ويجني المعرفة إذا اتكأت نشأته السليمة على عماد داعم ووفرت لها أرضية خصبة في بيئة رحبة يسهل معها بناء مرحلة التأسيس على أساس متين واثق بأن لا تخالف مخرجاته شكل التوقعات الحميدة وما قد تجود به من عوائد تعليمية تبشر بنهضة أمة تثق بقدرة أجيالها في حمل الرسالة والمساهمة في رفعتها ورقيها حق الطفل في التعليم قضية لم تتأخر البحرين في نصرتها ولم تساوم عليها يوماً فهي من حرصت وما تزال على رعاية الطفل واحتضانه باعتباره إلى بينة المجتمع القادم وقاعدة للثروة البشرية التي ستتولى إدارة عمليات التنمية في المستقبل ما تضمنته المادة السادسة في قانون التعليم يدعم ما ذكر آنفاً فهي من نصت على أن التعليم حق شرعي للأطفال تلتزم بتوفيره مملكة البحرين وتهيئ الإمكانات كافة من أجل المضي به واستمرارية تنفيذه على الوجه التام وزارة التربية والتعليم تبذل قصار جهدها في توفير المقعد الدراسي لأبناء المملكة من مواطنين ومقيمين على أرضها الخالدة خاصة الذين بلغوا سن الإلزام ممن تتراوح أعمارهم بين السادسة ولغاية عمر الخمسة عشر عاماً لتصل البحرين إلى نسبة الكمال المئوي في جزئية ضمان حصول أبنائها على حقهم في التعليم حسب ما أكدته تقارير دولية رسمية أشادت بالنموذج التعليمي في مملكة العز الخليفية هذه مرحلة مهمة أن نعرف الأبناء بحقوقهم وبالتالي نعطيه ثقافة حقوقية ودورة وكيف كفل القانون هذا الجانب خصوصاً أن قانون التعليم الذي انبثق عن دستور مملكة البحرين أوجد نقطة مهمة جداً وحضارية وهي الإلزام في التعليم سلسلة إجراءات ممنهجة وعمليات هادفة يتولى قسم إلزام التعليم في وزارة التربية والتعليم تطبيقها حرفياً تأتي في مقدمتها عملية متابعة الطلبات المنقطعين عن الدراسة في المرحلتين الابتدائية والإعدادية بالتنصيق مع الإدارات المعنية إلى جانب تعاونه مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في الحصول على قوائم الأطفال الذين بلغوا سن الإلزام لإلحاقهم في العملية التعليمية وضمان سير انتظامهم بالدراسة ناهيك عن وجود استمارة خاصة للمدارس تعنى برصد حالات انقطاع الطلبات عن الدراسة لمدة تزيد عن عشرة أيام متصلة أو منفصلة وإن تحقق ذلك يتم التواصل مع أولياء الأمور لمعرفة مسببات الغياب بشكل مباشر وودي لتذليل الصعوبات التي تواجه الطلبة وبالتالي ضمان رجوعهم إلى المقاعد الدراسية وتلقيهم حقهم في التعليم إذا انقطع الطفل عن التعليم لمدة عشرة أيام مجتمعة أو متفرقة تبادر الوزارة في إطار متابعتها اليومية لحضور الطلبة سواء كان في مدارس حكومية أو خاصة بمعرفة أسباب الانقطاع لأن هذه أيضا مسؤولية اجتماعية ونحن هنا نترجم توجيهات قيادتنا بأن نقدم أفضل خدمات لأبناء عن الطلبة وعلاوة على ما قيل فإن وزارة التربية والتعليم ألفت وفي كل عام دراسيا على تنفيذ جملة من الأنشطة والفعاليات الرامية إلى نشر ثقافة إلزام التعليم في المجتمع والوصول إلى فئاته كافة لتلفزيون البحرين محمد رشيدات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر